طيب ما كلمتنيش عن الصفقات الجديدة اللي تمت احنا قلنا ان ولاد النادي طبعا نحن نحفظ على طواب النادي صحيح عندنا بقى بعض الصفقات احنا بصحك احنا فيه صفقات واتفاقيات احنا عملنا ست اتفاقيات لسه بس اتمادها من النادي نتمنى ان يتوفق عليها كلها احنا جبنا اتنين لعيبة في بوزيشن 1 و 2 كوينس جدا طوينز بيلعبوا كانوا في نادي الاهلي وهما اللي طلبوا ان هما يعني الجميل ان هما طلبوا ان هما يجوا يلعبوا معنا في نادي الزمالك لانهما حابين عمرهم ايه كب صغرين 2 صغرين جدا يعني 2 2.19 سنة يعني منهم واحدة لسه باتاخدها في المنتخب هما اتنين كانوا في منتخب مصر واحدة أخدها احسن بلاي ميكر في منتخب مصر الناشئات والتانية أخدها احسن كاتر أحسن شويطة الاثنين التوينز هالة وهاجر أختهم معنا في الفرقة فرح يعني إحنا معنا ثلاث إخوات في الوقت واحد ودول موجودين معنا في أول صفقتين لينا الصفقة الثالثة كانت زينة البرئي من نادي جزيرة وزينة كانت لعبة معايا أصلا في النادي لعبة في سبورتين ولما مشينا من سبورتينج هي مشيت راحة نادي جزيرة فلما عرفت إن إحنا ريانة زمالك إحنا طلبنا إن هي نضمها هي مكينة ثلاثيات إحنا بيديها الثقة إنها تشوت تاني حاجة هي أصلا كانت في الناشئة كانت في الناشئة هي طويلة مش سيارة وبتلعب بره ثلاثة فبتعلي الريباون بتاع الفريق دي الصفقة الثالثة لينا صفقة الرابعة نايرة نافع بنت كابتن نافع مرسال بنت كابتن نافع مرسال طبعا طلقة من طلاقات كرة السلة في مصر أنا بحبها والدها بطل هي بطلة ألعابك وهي بطلة ألعابك وولدتها كابتن فاتحية طبعا واختاة نادة لعبة كرة السلة احنا بنقامر بنيرة نايرة من العيبة اللي هي بنقول عليها هي سريعة وعندها ريباون جامد هي قوية قوية البنية هي صيحة بتعمل أعداد خلاص فضلها خلاص خمساشر يوم عودة من إصابة كانت مصابة إصابة نايرة نايرة لكن هي عملت أعداد كويس جدا بتجري رجال ترجري لعبة تقيلة كمان لها خبراتها كمان وهي بعد فكرة مش كبيرة في السن هي 24 سنة يعني ما كميتش 24 سنة خليني أقول لك سر على نايرة أنت عارف أنها تسمت على اسمي لا والله يا بجد لسه بقبل أمومتها النهاردة طبعا كابتن فاتحية لسه بقبلها وتقول لي فكرة أنا كنت بسميها على اسمك يا بجد تسمت على اسمي وهي صغيرة نايرة لا والاسم جميل طبعا ربنا أكرميك وهو يعني أنا عارفة أن هي لعبة مصاد هي لعبة وأحنا يعني أنا انبسطت منها في كلمة كابتن أحمد مرتادة كان بيسألها بقول لها أنا يرى أنت شفت الفرقة أنت شعرت أننا نعمل إيه السنة دي قالت له احنا هنأخذ مدالي هي أصلا من ولاد نادي الزمالك يعني هي أصلا من ناشئ نادي الزمالك بالتأكيد ولعبت معهم لحد مرحلة كبيرة السبيرت دا هو الإحلم أن ندور علي اللي هو العيب اللي عنده سبيرت جامد وعايز يوصل اللي يعمل حاجة صحة فالسبيرت بتاعنا يرى دا هو دا اللي احنا عايزين نعمله تعال فرقة كلها والله احنا ما قلناش إن احنا هناخد أول زي باية الفرقة عشان بس الجول في الصورة حضرت يعني احنا لو قلنا احنا هناخد أول ولا هتقدنا مش عارف ميننا عشان نعمل إيه ونجيب مش عارف مين ونجيب احنا بس نفسنا في إيه كابتون تدخل دور اللي أربع لا 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 احنا إن شاء الله بإذن الله يعني أنا 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 بقول البنات دول مثلا وصلوا التمانية تقريبا السيزن اللي فات وصلوا التمانية واللي موصلوش كانوا السيزن اللي فات احنا اخدناهم احنا اخدناهم اه في اتجاههم للهبوط ايو كان في مشكلة في الفرقة وغير المدرب وبعت وجابوني اه في آخر السيزن على الدورات الأخيرة بس اه فهن اخدنا أن ننتشرهم من حتة بتاعة الهبوط المنطقة الدافية لها من 12 للتاسع لكن ما لعبناش منافسات من 12 للتاسع ما كنش ليهم ترتيب يعني لو كنا لعبنا من 12 للتاسع كنا حاجات كويسة